التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول قمر جاويد باجوى رئيس اركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة اوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الباكستاني واكد القائد العام خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة رئيس اركان الجيش الباكستاني لمصر مشيدا بمستوى علاقات التعاون الوفيقة بين مصر وباكستان على مختلف الاصعضة من جانبه اشهد الفريق اول قمر جاويد باجوى بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الارهاب ودورها الداعم للامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي وكان الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق اول قمر جاويد باجوى حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة